السلام عليكم لو بدوروا على وصفة كيك اسفنجي تنجح معاكم من اول مرة مش هتلاقوا اجمل ولا احلى من الوصفة دي هنعرف مع بعض الاصرار اللي بتطلع معانا الكيك الاسفنجي يكون فاتح كده ومن غير فراغات وكمان هش جدا يعني بضغط عليه وبيرد تاني كده ده اكبر دليل على ان الكيكاية بتاعتنا مش كيك خالص ده عبارة عن سحابة او زي ما تقولوا كده عبارة عن قطعة من السفنج وبيضها ناصع جدا زي ما انتوا شايفين احفظوا الوصفة دي عندك وجربوها هتحبوها جدا قبل ما نبدأ عايزة اقولكوا ان انتوا لو اول مرة بتشوفوا قناتي فهياليت ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة عشان تشوفوا ان شاء الله كل يوم وصفة جديدة وعملوا لايك وشيري الفيديو لو عجبكو اعزاكم توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات لو شايفين بجد انه هو يستحق وشكرا جدا للناس اللي عملت لايك حالا حتى من قبل ما يشوفوا الوصفة ويلا بينا نبدأ اول حاجة هستخدم ثلاث بيضات كبار وهفصل البيضة عن الصفار نحاول ان احنا ما ننزلش ولا نقطة صفار واحدة لو فيه بانوتات لسه مبتدئة ومبتعفش تفصل البيضة عن الصفار اكسروا البضاية على ايديكم وخلوا البيض ينزل بين صابعكم هتلاقوا الحكاية سهلة جدا هنضيف بقى على الثلاثة صفار دول هنضيف عليهم علاقة صغيرة كده من فانيليا السيلة وبرضو تنفع قوي فانيليا اللي هي الفانيليا السكر هقلبها كويس جدا كده زي ما انتوا شايفين شايفين ربوها كده بشوكة او معلقة لغاية ما توصل للقوام ده كده هستبها بقى دلوقتي على جن والثلاثة بيض بيض هضيف عليهم رشة بسيطة جدا من الملح وهبتدي ان انا اضربهم بالمضرب كويس جدا عايز اقولكو لازم يكون المضرب ناشف مفوش ولا نقطة مية والطبق كمان اللي بندرب فيه البيض ما يكونش فيه ولا نقطة مية لما تعملوا كده البيض مش ياخد معاكم وقت خالص وهتلاقوه بقى فوم كده وتضاعف حجمه وهيبقى معاكم سهلي جدا انما لو فيه ولا نقطة مية واحدة بس هيغيب معاكم وياخد وقت طويل فانتوا حاولوا ان انتوا كل حاجة تكون ناشفة هنا بقى استخدمت 90 جرام من السكر حبيبات هكتبلكم المقدير في اول تعليق مسبت وكمان في صندوق الوصف هبتدي ان انا انزل ال 90 جرام دول هنزلهم يعني على 3 مرات كده او 4 مرات وفي المرحلة دي بكون بضرب باستمرار التزموا بالخطوات اللي هتشوفوها علشان تطلعوا كيك ناجح جدا معاكم وهيكون فعلا احسن من الجاهز ان شاء الله كده نزلت الكمية كلها وهبتدي ان انا اضرب كويس جدا لغاية ما نوصل للقوام اللي هورهلكو دلوقتي دلوقتي خلاص وصلنا للقوام ده ان انتو لو قلبتوا البولة دي مش هينزل خالص منها الخليط فكده بيكون تمام جدا في المرحلة دي ضفت الصفار كده زي ما انتش شايفين هنضيفه على البياض وهنبتدي ان احنا نضرب كده بسيط يعني تقريبا كده للمدة اقل من دقيقة نخلطهم بس مع بعض دلوقتي ركنتهم على جنب وهبتدي ان انا جيب طبق تاني كده واضيف فيه تلاتين جرام من الزيت وتلاتين جرام من الحليب تقدروا تستخدموا بدل الحليب ده تستخدموا مية اهم حاجة ان كل حاجة بتكون بدرجة حرارة الغرفة هقلبهم بقى كويس جدا كده مع بعض يعني يمتزجوا كده بسيط بعد ما خلطتهم كويس اخدت معلقة كده من الخليط وهبتدي ان انا امزجهم كويس علشان يسهل علينا ان احنا نمزج كل المكونات كده مع بعض في الاخر هقلب بقى كويس جدا كده خلص كده امتزجوا وبقى تمام قوي شايفين دلوقتي هخلط الخلطين على بعض وهبتدي ان اقلب من فوق لتحت علشان طبعا اي هوا ما يخرجش وقت التقليب بعد ما نقلبهم كويس كده ونتأكد ان هم امتزجوا كويس جدا دلوقتي بقى هنوقف تقليب وهنضيف في المرحلة دي بقى الدقيق الدقيق برضو هيبقى 90 جرام حكتب لكم المقادير ما تقلقوش بالكوباية وبالجرام للناس اللي هي يعني ما بتعرفش في الجرامات قوي او ما بتحبش تستخدم الجرامات هبتدي دلوقتي ان انا انزله على مرتين دي ده المفروض ان انا نخلاه قبل ما ابتدي وبنزله برضو على الخليط منخول كل ده بيملى الكيك هوا كده وبيطلع في الاخر كيك نجح جدا قلبوا برضو من تحت الفوق كده مش لازم خالص ان احنا ننزل كل الكمية علشان الدقيق هيبقى صعب قوي ان هو يختلط مع باقي المكونات نزلت باقي الدقيق وهبتدي برضو ان انا نقلب كده من فوق لتحت لازم المرحلة دي ان احنا نكون هاديين شوية في التقليب علشان الخليط يفضل محتفظ بالهوى اللي احنا عملناه بالبضرب مع البياض فانتو لازم تقلبوا بالراحة انا مش مسترع على الفيديو خالص علشان تشوفوا الطريقة اللي انا بقلب بيها لازم تقلبوا بالراحة كده كده الخليط بقى جاهز معانا كويس جدا هجهز القلب بتاعي لو عندكو اوالب كيك اعملوها في قلب يكون صغير لو عايزينها مرتفعة انا عملتها تقريبا كده في قلب مقاس 16 انتو كمان لو ما عندكوش القلب اعملو زي ما انا عملت كده جبت القلب بتاع التشيز كيك وحطت له ورق من الورق فويل وفرشتوا كده كله بورقة زبدة وكمان الجوانب حطت فيها ورقة زبدة ونزلت فيها الخليط اعملو كده لو ما عندكوش صينية مقاس 16 دلوقتي خبطت كده للصينية 3 خبطات عشان لو في فقعات هوا جوه العجين فيخرج منها بكل سهولة وكمان زيادة تأكيد ان انا جبت كده خلا اوعود خشبي وبنحركوا كده حركة دائرية علشان برضو لو فيه اي فقعات هوا فبتروح خالص بتختفي بالطريقة دي طريقة التسوية لكيك ده هو بيكون فرن متسخن جدا وبنحط الكيك ده في الرف الوسطاني على درجة حرارة 170 وبنسيبه تقريبا كده من 40 دقيقة ل 45 دقيقة على حسب الفرن بتاعك بعد 40 دقيقة بنختبر الكيك بعود خشبي كده او خلة بنشوف هي لو فيها بقايا عجين فبنسيبها 5 دقيقة كمان وبتكون تمام جدا واول ما طلعت من الفرن بتكون بالشكل ده بعد ما لقيتها استوت انا ما طلعتهاش من الفرن على طول يعني فتحت الباب كده باب الفرن وطفيت النار وسبتها كده تقريبا 5 دقيقة وبعد كده طلعتها علشان ما تاخدش صدمة هوا سائع وخصوصا ان احنا الجو برد اليومين دول فياريت انتو كمان تعملوا كده علشان ما تاخدش الصدمة دي فخلوها شوية في الفرن كده بعد ما تستوي تقريبا 5 دقيقة من 5 دقيقة ل 10 دقيقة لغاية متاهدة كده وبعدين بنطلحها على الرخامة انا بقى يا دو بستنيت 5 دقيقة وطلعتها وكمان قطعتها كده زي ما انتو شايفين وما سبتهاش تبرد خالص وكانت بالجمال ده بجد هشة وخفيفة جدا وطعمها في منتهى الجمال مش محتاجة اي حاجة ولا اي كريمة هي بس كده تتاكل مع كباية شاي وتبقى بجد طحفة المقادير دي تقدروا ان انتو تعملوا منها جاتو او تعملوا منها ترطاية وتقدروا كمان انتو تضعفوا المقادير عشان تعملوا ترطاية كبيرة وهتكون طعمها في منتهى الجمال كيك بجد عظمة لازم تجربوا الوصفة دي والطريقة دي هتنجح معاكم ان شاء الله من اول مرة انتو لازم تحفظوا الوصفة دي عندكم وتجربوها اكيد هتحبوها ان شاء الله بس كده بقى انتو لو وصلتوا معايا لغاية هنا ولسه ما عملتوش لايك فارد تعملوا لايك وشير كتير وتشتركوا في القناة واستنوا ان شاء الله الوصفة لجاية بكرة ومع السلامة